السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي وأهلا بكم في درس جديد ومشوق عن الأندرويد في هذا الدرس سوف نشرح ميزة موجودة في الأندرويد وغير موجودة بأي نظام تشغيل آخر أيها وهي البرودكاست ريسيف إذن ما هو البرودكاست ريسيف يحدث أنت وتستقبل مكالمة هاتفية في جهازك ويرن هاتفك أو أنك تستقبل رسالة من شخص ما ما الذي يحدث عندما يتحدث مثل هذه الأمور الأندرويد يمتلك خاصية تسمى بروودكاست هذه تطبيقات أقصد بها تطبيق الرسائل وتطبيق المكالمات عندما يستلم مكالمة أو يستلم رسالة يقوم بإرسال بروودكاست بروودكاست إيش؟ هذا البرودكاست يكون في حالة الرسائل يحتوي على اسم المرسل ويحتوي على محتوى الرسالة وفي حالة المكالمات يحتوي على رقم المتصل يرسل إلما يرسل إلى نظام التشغيل نظام التشغيل ونظام كبير فيه حدد كبير من التطبيقات أي تطبيق في نظام التشغيل يستطيع قراءة هذه البيانات بواسطة broadcast receive يعني عندما ترسل أنت أو ليست أنت من ترسل هو النظام من يرسل لما يرسل أي تطبيق يمكن يقرأ هذا البرودكاست أي تطبيق يمكن يقرأ الرسائل أو يقرأ لقم الهاتف المتصل ممكن يكون تطبيق تقص ممكن يكون تطبيق الفيسبوك ممكن يكون تطبيق التويتر ممكن يكون تطبيق الواتساب أو ممكن يكون تطبيقك أنت هو الذي يقرأ هذه البيانات إذن الذي سوف نفعله في هذا الدرس أنه نحن نكون تطبيق من خلال يستطيع قراءة أي رسائل قادمة إلى هاتفنا نستطيع سمثال إجابتها بشكل مباشر بشكل تلقائي أو ما إلى ذلك لكن فكرتنا في هذا الدرس أنه نحن نقرأ أي رسالة قادمة مجرد قدوم رسالة الهاتف نحن نقرأها كيف نقرأها؟ نحن قلنا أن تطبيق الهاتف يرسل بروتكاست فالذي يحدث عندما يرسل بروتكاست نحن نضع في تطبيقنا الذي هو الأندرويد نحن مكونينه نضع ببرودكاست رسيف يقرأ هذا البرودكاست وانتهى هذا الشيء إذن ميزة جميلة جدا موجودة بالأندرويد فقط وغير موجودة بأي نظام تشغيل آخر أنه يمكنك من التصند على تطبيقات أخرى لكن انتبه هذه العملية غير آمنة لتمريل بيانات مهمة دائما حاول أن تشفر بيانتك عندما ترسلها كبرودكاست لأن كما رأيت كل التطبيقات البقية تستطيع استلام هذا البرودكاست إذن هذه النقطة المهمة يجب أن نتبع عليها لنبدأ بالتحضير للعمل الذي لديه أنا سوف أذهب إلى الكيتهاب هذا الكيتهاب الخاص بي نفسه مكان العمل الخاص بي وأذهب الآن إلى ملف اسمه بروتكاست رسيف أفتحها وأفتح تطبيق أندرويد فارغ لا يجد فيه أي شيء الذي أعمل أن أكون بروتكاست رسيف أفتح هذه البروبرتيز أريد أكون شيء في تطبيقي يتصنت بشكل دائم على أي عملية بروتكاست تحدث في النظام أكون شيء في تطبيقي يتصنت بشكل دائم على أي عمليات تحدث في النظام حتى وإن كان تطبيقي مغلق أوكي أفتحك الكريت وأقول لها آد ثم أقول لها إيش نيو آيتم أو كلاس بشكل مباشر هنا أسمي كلاس وأسمي هنا آآ ماي رسيفر أوكي ماي رسيفر ماي رسيفر وأقول لها حسن لو ترى كون الكلاس بسيطة تيدي ماي رسيفر هذا الكلاس إذا أتعامل معه فأوكي دعني أبدل بالكود الذي أريده ما هو الكود الذي أريده لو ذهبت إلى هنا الكود محضر أنا لك من سطر ثلاثة أنسخة وأذهب إلى سطر ستة وثلاثين كلهم من أنسخة كونترول سي ونعود هنا هذا لم أعد أحتاج أزيله وهذا أوقفه أوكي وأضع هذا الكود هنا ودعني نفهم ما معنى هذا الكود أوكي اسمي الكلاس الخاص به هو ماي رسيفر فهنا الكلاس الذي نسخته اسمه اسم اسم اسرسيفر فأبدله بماي رسيفر لأنه هذا كلاسي هذا الكلاس يرث كلاس اسمه بروتكاس رسيف بمعنى أن النظام نقول له هذا الكلاس هو سوف يمثل كلاس بروتكاس رسيف لأنه هو يرثه إذن أنا بروتكاس رسيف كيف أعرف هذا الكلاس للنظام في الزامر لأنه هذا الكلاس متخصص للتصنت متخصص لعملية أخرى فكل الذي أفعله في العلاقة أقول له بروتكاس رسيف أقول له اسمه لابل الابل اسمه اسم اسرسيف وأكسبورت ساوي أنها true أكسبورت يعني هل ممكن وصولها بشكل مباشر؟ يعني لا يمكن وصولها بشكل مباشر حسب اللي تريده إذا تريد يعني ممكن وصولها بشكل مباشر من تطبيقات أخرى أو لا الأفضل تضع للا لأغراض السيكورتي فلا تضع لأي شيء هنا اللابل التكسيتر دا أن تعرض فيه أو أنت لا تعرض أي شيء فيه داخله سميه SMS Receiver الذي فهمنا نحن أنه النظام يحدث فيه كثير عملية بروتكاست ممكن تكون عملية اتصال ممكن تكون عملية رسال رسائل ممكن تكون إعادة تشغيل الهاتف أجعل تطبيقي يعمل مع الهاتف فالكثير من الأمور تحدث فأنا يجب أن أعمل فلترة يعني أنا أوكي أنا أبحث على أمور معينة فلو جيت هنا بالأندرويد بيرميشنز هل سوف أضع لك رابطة يحتوي على كثير من السماحات الخاصة بالأندرويد منها الخاصة بالSMS ترى مجموعة خاصة بالSMS Send SMS, Receive SMS, Read SMS هاي سماحيات نستخدمها في هاتفنا للتعامل مع الرسائل كما اتفقنا سابقا أن الأندرويد مقسم إلى بيرميشنز فحتى أصل إلى الرسائل يجب أن أخذ سماحية بقراءة الرسائل وسماحية برسيب استلام الرسائل أوكي فكل الذي يفعل أقول له أنا هنا هذا التطبيقي سوف يعمل أو هذا الفلتر هذا البرودكاست يعمل فقط عندما أضع لفلترة أقول له فقط عندما تستقبل SMS إذن هذا التطبيق الخاص التطبيق الخاص الذي نفرضه هو هذا التطبيق الذي هنا هذا مهما حدث بروودكاست في السيستم إذا حدث اتصال حدث أي شيء آخر على التشغيل الهاتف ما يعمل هذا البرودكاست فقط عندما يحصل SMS يعمل هذا البرودكاست ليش؟ لنابل في التاركت لأوك هذا فقط لما يستلم SMS يعمل تستطيع أن تضع أكثر من أمر فارزة تضع ثاني فارز تضع ثالث فارز ثالث ثالث أربعا يعني لا أشرح هذا لك أشرح لأخي حيقا هذا المثال أوكي هنا هنا الانتينت اكشنز يعني الاكشنز اللي أنا أعملها ما هي اسم الاكشنز هي هذه الاكشن أيسا هي هذه أوكي تستطيع أن تأخذها وتزيل هذا السطر وتعود هنا حتى يكون أوضح لك فهذا هنا السطر أيش نقول له onReceive إيش معناته؟ معناته هذه الميثود اللي هي هذه بهذا الكود يعني يزيل الكود الخاص بها هتفهمك إياها هذه الميثود اللي اسمها onReceive هذه الميثود سوف تعمل بمتى ما حصل استقبال الرسائل أي رسالة تستقبل في النظام تعمل هذه الميثود حاملة معها الـ intent والـ context الـ intent أيش قلنا نحن لو تتذكر قلنا أنه أي رسالة ترسل في النظام ترسل فيه intent حاملة معها اسم عنوان الرسالة محتوى الرسالة كلها تكون داخل الـ intent شرحنا في ماضينا على الـ intent وأنت فهمت الـ intent وكيف ننتقل منها كثير تأخرها بأسطى الـ intent نفس الحالة هنا تطبيق الرسائل يرسل intent ويرسل فيه داخل الـ intent يضع فيه داخل محتوى الرسالة عنوان الهاتف هاي الأمور فأوكي هذا الرسيفر سوف يعمل متى ما حصلت استقبال الرسائل يستقبلها ومحتفاصيل الرسالة كلها تكون مخزنة في هذا الانتيند الكنتينكس كما قلنا هو هولدرس هو لا أشرح لك هاي الأسطر سوف نشرحها لاحقا هنا الانتيند تتحقق أقول له أوكي إذا حصلت الانتيند أكشن الانتيند قلنا الانتيند بمجموعة أمور تكون كسرة كداتا تكون كأكشن موجودة فيه والكثير من الأمور تخص الانتين شرحناها فأنا أقول أوكي إذا كان نوع الاكشن هي إيش هي هذه اندرويد رسيفر بروتكاست رسيفر هذه اللي هي رسيف اس ام اس اللي هي نفس اللي كانت قبل قليل لو تذكر كانت هذه هنا نفسها نفسة سطر وكان هاوضع لك ياه هنا انتيند رسيفر أنا مجرد يعني برتوضح لك النقطة فقط فأوكي غالا إذا كانت الاكشن اللي قادمة هنا اسمها انتيند اكشن اللي هاي الانتيند قصد بها انتيند هي كانت هذه الانتيند اوكي اقرالي الرسالة حتى يقرالي الرسالة هناك عدة خطوات يعمل اول شي يخذ لك الاس ام اس س ميسج هاي اصلا خاصة بالتليفون نظر 요سيci اندرويد تليفون ياخذ لك الاس ام اس الموجودة من داخل الانتيند كلها التليفون منجر يعني يعرفها يوسيci اندرويد بروفايدرز فها أخذ لك الاس ام اس الموجودة في النظام هنا يعرف لك فالسترنغ معينة يمر لك على الرسائل القادمة كلها إذن هذه الانتنت يكون به مجموعة رسائل ممكن تكون رسالة رسالتين ثلاثة رسالة أربعة رسالة قادمة جديدة أنا أخذ هذه الرسائل كلها واضحها في array وثم أعرف string الآن أمر على الرسالة رسالة إيش أخذ؟ أخذ عنوان الرسالة من array وآخذ body محتوى الرسالة وضع بيناتهم صدر line يعني أوكي قمت أي عدد الرسالة عشر رسالة جديدة جدتي أخذ عندما تجي عشر رسالة جديدة وحدة وحدة تجي عادة بس أوكي أنا أخذ عنوان الرسالة وآخذ عنوان الرسالة يعني رقم الهاتف المرسل وآخذ محتوى الرسالة وأضحهم في هذه string بعدها نجمعهم أعرض لك يان في sms أوكي مية مية كل شغل تمام ما بيأي أخطاء هذا الجزء سوف أتركه لاحقا أشرحها الآن أوكي هاي الرسيفر يجب أن أشغلها يجب هناك من يشغل هالي طبعا بما أنه هي broadcast فالأفضل أن تعرفها في المينفيس كيف نعرف في المينفيس لوجهت نزلت هنا ذهبنا إلى الأسطر بين 42 إلى أسطر 53 ودعنا نفهم هذه الأمور إيش معناتها أعود إلى المينفيس هنا وأضيف هذه الأسطر فأذهب هنا المينفيس أضيف هذه الأسطر ولأفهمك ما معنى هذه الأسطر نحن قلنا نحن نتعامل مع sms فأنا أقرأ رسائل أوكي وأنا أستلم رسائل وممكن أرسل رسائل أنا ما أرسل رسائل في هذا التطبيقي أزيل هذا الصدر لكن أنا أطلب سماحية إيش لقراءة الرسائل وأطلب سماحية لاستلام الرسائل وأطلب سماحية لعمل broadcast أوكي ثلاث أمور أطلبهم طبعا أنت ممكن تطلبهم من هنا بهذه الطريقة هذه الطريقة التقليدية أو مثل ما هي تستخدمونهما بالمينفيس هنا أنا فضل استخداما بالكود مباشرة لأن أنا متعلم على أندرويد ممكن تضع لها من هنا الصح الخاص بها أو ممكن كما عملت أنا تضعها من هذا الكود أوكي فالأفضل تضعها من هذا الكود وتعملها سيف حسب ما يعد لك أنا نسخ أوكي أنا هاي سمحة الثلاثة طلابتهم الشيء الأهم هذه الرسيفر يجب هناك وجود شيئا ما يشغلها هذه الرسيفر يجب أنا أقول أوكي أنا أريد أشغلتش يا الرسيفر من يشغلتش متى تشتغلين ممكن تشغلها عن طريق الكود ممكن تشغلها مع التطبيق فقط بمجرد تنصيب التطبيق في النظام فأذهب من مينفيس الأفضل تقول له مع تنصيب التطبيق فأوكي تقول له الرسيفر ما هو اسم الرسيفر هو اسم الكلاس ما هو اسم الكلاس دوت مايرسيفر لماذا دوت مايرسيفر لأنه هذا اسم الكلاس كلاس مايرسيفر فأقول له مايرسيفر فأبدل إلى مايرسيفر حسب اسمه هذه الفلتر أوكي الآن نعيد كتابة الفلترة ما هي الأمورة أنا أتصنت عليها أنا أتصنت على استقبال الرسائل أي أكشن تتصنت عليه تضعها هنا أنت تتصنت على استقبال الرسائل تقول Android Provider Phone Manager SMS تتصنت على استقبال المكالمات تضيف السطر الخاص بالمكالمات من هنا من ال Permissions تضيف نفسه بطريقة كتابتك أي شيء أكشن تضيفه هاي الأكشن قلت لك اتركها سوف اشرحها لينهي جزء ثاني من الدرس هنا ال Categories فقط خلي default لا عليك إذن هنا نضع فلترة ومع Receiver هذه تضعها نفسها فقلنا فقط تبدل اسم الكلاس وهنا تضع تليفون منيجرس كما قلنا ممكن أن تستقبل بوتينج تريد تطبيق يعمل مع النظام فتضع هنا بأكشن خاصة بالبوت وما إلى ذلك ما هذا الرقم الخرافي طبعا هذا ضروري تضعها هناك الكثير من الأجهزة تعمل برايوريتي بين التطبيق وتطبيق آخر فإذا لا تضع هذا في الفلتر الخاص بالبرودكاس كثير من الأجهزة لا تستطيع أن يعمل البرودكاس رسيفر الخاص بها بسبب الأسبقية لذلك ضع هذا هذا الأندرويد برايورتي ضروري أنا وجهتني مشكلة وخسرت آلاف المستخدمين بسبب هذه المشكلة ضع هذه البرايورتي حتى يعرف كثير من الأجهزة تعرف أن هذا رسيفر الأسبقية ويبقى يعمل لا يختل أو لا ينهى حياته الآن يكون شيء تمام وضعته قلنا أنه ممكن تعمل بهذه الطريقة أو ممكن تعملها من الكود لننفذ الآن ونرى النتاج طبعا أنا الآن ننفذ على جهاز حقيقي لماذا؟ لأنه أنا أرسل رسائل فأوكي أرسل أنفذ على جهاز حقيقي أنتظر حتى يعمل هذا الجهاز تأكد أنه تربط جهازك في الـ USB وتنفذ على جهاز حقيقي وإلا لا يعمل لديك لأنه أنت ترسل رسائل والرسائل تحتاج أن يكون جهاز حقيقي لا يعمل على إيميليتر أنا كيفاتحها تطبيق أنتظر يعمل بولدينج وأنفذ عليه الآن لو جيت انظر رأينا أن التطبيق يشتغل مية بالمية لكن إيش الذي أنا أريده الآن؟ أنا هذا التطبيق يستقبل الرسائل أريده مفروض الله ذهبت إلى الـ SMS وحاولت أن أرسل رسالة hello النفسي أرسلها المفروض يعرض لي عرض هنا في الأسفل يقول لي hello من الذي قراها قراها الرسيفر هنا هنا من هنا قراها منها SMS from hello جرب مرة ثانية hi or whatever whatever you want to send hi المفروض عندما أرسلها البرودكاسترسيف في تطبيق يستلمها انظر البرودكاسترسيف في تطبيق يرسمها وهذه من ميزة البرودكاسترسيف أنه أوكي حصلت عملية إرسال رسال في هذا التطبيق اللي هو تطبيق الرسائل في حين تطبيقه هو تطبيق آخر موجود في النظام اللي هو هذا استقبلها وقراها هذه هي فكرة البرودكاسترسيف حسنا الآن هذه النقطة وضحت لنمر على نقطة أخرى مهمة وهي أنت كيف ترسل البرودكاست أنت كيف ترسل وكيف تستلم أنا الذي أريد الآن أريد أوكي أريد أن ما يضغط أحدهم على الزر في تطبيق الخاص به هذا الزر يرسل تطبيقي برودكاست يرسل وأنا استقبله يفيدني سوف يفيدنا في الدرس القادم بشكل مهم جدا أوكي فهنا عرفت برودكاست باسمي ضفت فارزة وعرفت هذا البرودكاست سميته com.airad.text أي اسم تسمي أنت تسمي بما أنه ضفت الانتد فلتر هنا يجب أن أضيفه في المينفيست وترى أنه أنا أساسا ضايفة هنا في المينفيست هذه الأكشن الآن أوكي ضفتها هنا هنا الآن 100% هذا الفلتر يستقبل أوكي هنا تحقق ولذا كان الأكشن اسمها com.4 نفسه هذا قبل أقيل لما أتحقق على الرسائل أنا هنا أتحقق على الأكشن خاصة بي إذا كانت هاي الأكشن تخصني آني أوكي أقول له جيب لي الانتند مو قلنا الانتند تجزد فيه كثير أمور رسائل كثير من التفاصيل فأقول له أوكي جيب لي من الانتند بالإكسترا اللي اسمها my data واخذ ليها وعرضيها بمسج بمعنى أنه الآن لما أشغل السيرفز يجب أن أرسل لها إكسترا اسمها my data لنذهب باك هنا في الكود الخاص بنا ونرى تشغيل السيرفزز اللي هو send هذي السطر 59 إلى سطر 62 أعود بعد ثم أذهب إلى المين الخاصة بي هذا المين اكتفيدي الخاصة بي أذهب أفتح الكود وهنا البوتن لما يتم الضغط على زر البوتن لما يتم الضغط على زر البوتن إذا أرسل بروتكاست أوكي فقط أعرف انتند أعرف الأكشن التي أرسلها اسمها com.4.tx ليش؟ لما أرسل هذا البروتكاست في النظام يعني النظام الخاص بي لما أرسل بروتكاست كل التطبيقات سوف تستقبل هذا البروتكاست لكن أنا حدد اسم البروتكاست حتى تطبيقي لما يستقبلها يعرف كيف يعالجه حتى تطبيقي عندما يستلم بروتكاست الأول الخاص بال هاي الخاص بي يعاملها بهذه الطريقة ويستلم الرسائل يعاملها بهذه الطريقة أو يستلم المكالمات يعاملها بطريقة أخرى فأعرف الأكشن الذي أنا أريد أن أرسل لها أوكي ثم حض دات أنا أستقبل data فأضيف data هنا بالإكسترا قل له put extra my data وأضيف له data from activity 1 وأقول له send broadcast للإنتين يعني مجرد عرفت الإنتين عرفت الأكشن وضعت الداتا في داخله ورسلته لما رسلته سوف يرسل إلى بشكل broadcast للنظام هناك كثير من التطبيقات تتصنت على broadcast لكن اسم الأكشن هذا التطبيق يعرف أنه جاء يتصنت على هذه الأكشن فيبدأ بمعالجته عن طريق عن طريق هذه، هذه عرف أنه كيف يتصنت على هذه الأكشن ويبدأ بعالجته ويقرالي الـ data ويعرض ليها لأنفذ وأرى النتائج مرة أخرى وأجرب أنه كيف أرسل data للبرودكاست وهذا مهم جدا سوف أتراها في الدرس القادم في السيرفزز أوكي عمي المفروض عندما أضغط يرسل لـ broadcast فالذي حصل إيش اللي حصل لدي أنا activity اعتيادية هذه الـ activity الخاصة بي المين activity طبيعية المين هذه هذه المين أرسلت إلى البرودكاست والبرودكاست قراها يعني أنا إيش عملت الآن الآن تطبيقي هو اللي أصبح هذا تطبيقي هو اللي أصبح المرسل أوكي ونفس الوقت هو تطبيق أصبح المستلم يعني بتطبيقي من هنا رسل البرودكاست وتطبيقي نفسه رسلها من الـ activity وتطبيقي نفسه استقبلها بالـ receiver هذه فكرة في هذا الدرس أتمنى أن تكون استفدت وفهمت واجبك لهذا الدرس أن تقوم بعمل تطبيق يعمل بلوك للمكالمات مثلا أشخاص معينين تضعهم أنت في اللستة هنا في البرودكاست الخاصة باللستة تضع أرقام هواتف أشخاص معينين وهذه الأشخاص عندما تستقبل مكالمات من عندهم تعمل لهم بلوك حتى أعطيك hint للموضوع الأمر بسيط فقط الفلتر هنا نستقبل رسائل أنت تعمل فلتر على الهواتف ورقام الهواتف على الـ SMS التي هي موجودة هنا الخاصة بالـ phone call هذه phone call فون هاي الأمور تضيف لها فلتر وتعالج البيانات الموجودة في الـ Intent فإذا كان رقم الهاتف اللي أنت تعرفه نفسه هو الهاتف الموجود اللي جاءك في الـ Intent يعني من داخل الـ Intent هذا الـ Intent تتحقق أنه رقم الهاتف الموجود في الـ Intent هو نفسه اللي أنت عامل لبلوك تعمل إنهاء لمكالمته لعن ما تكون قادمة وهنا هنا هذا الدرس وشكرا لحسن متابعة ولا تنسى أن تعمل لايك وسبسكراب لهذه القناة والله تسعر